مشاهدينا متابعين معكم ومع دكتور جوانا فرانسيس لليوم راح تعلمنا سر جمالي هاي جوانا هاي عفا سبا شو اليوم؟ اليوم مصفتنا كتير هينة وسريعة وبسيطة مكوينين مكوينين بس كوكونات ملك او حليب الجوز الهند وبنادورة بدنا واحدة بنادورة هلا اكيد يمكن تستغربوا انه معقول نقدر نحط بنادورة على وجهنا هلا راح خبركم الدافع منافع البنادورة وانتو راح خبركم تصيروا تشوفوا قدي يعني كل ما تكونوا عم تعملوا تبولي هيك تتكو واحدة عجنب كريمال مع كوكونات ملك ليه دايما لكوكونات ملك؟ مش مع مثلا المند ملك فينا كمان هلا هاي دي الخلطة اكتر بحطولها المند اويل اذا بديك يوانتو سويتش بس كوكونات ملك يعني سباشلي ليه لانه كله بقلبه سيلانيوم يلي هو كتير يعني بيشتغل بطريقة كتير رهيبة يعني كل العالم اللي بدون ياخدوا سبليمانس للتجاعيد او للبشرة النظرة عن جد في دراسات بتثبت انه السيلانيوم والفايتامين سي بياخروا شايخوخة وبيخلوا الوجه يضل مشدود مش نهيك الكوكونات ملك لانه في بقلبه كتير سيلانيوم وفيتامين سي حبيت انه يكون موجود في بقلبه كمان كتير فيتامين بي والحامو سوري الحامو والبندورة البندورة كمان فيها بقلبه كتير فيتامين سي وفيها بقلبه يعني في كتير كريمات معمولين بتشتريون اباز اللي هنه بيستخرجون من يعني خضرة أو فواكة كمان مثل البندورة بس جوانا بقولوا مظبوط انه ما لازم نحط البندورة على وجهنا لوحدة لان قوية يعني فيها أسيت مظبوط مية بالمية مشان هيك فينا نخلصها بكوكونات ملك لانه صحيح انه فيه بقلبه فيتامين سي بس كوكونات ملك كتير بيرتب البشرة حتى بيستعملوه بس حدا يحترق يعني لهالقد اذا حطوا مثلا كوكونات ملك بتروء كتير البشرة اذا حدا عنده اكزاما يعني في عالم بالشطة بتصير كتير بشاققه بشاقق ايديهم بيصيروا حتى يحقون بصيروا يقشروا بيصيروا ينزلوا دم فينا نحط كوكونات ملك عليهم لانه كتير بيروقوا وبيرتبوا البشرة كمان هي العملية كتير بسيطة على مثل ما معودينه انا كل مرة بقلكون انه الماسك اللي بنعمله جمالا على بتحطوه بس عشدقايق وربع ساعة هيدا الماسك الليه تكنيك شوية جديدة هيدا بنتركه اوبرنايت هيدا رحفسر كيف من نام بالبنادورة من نام بالتوميتو ماسك هكذا اوكي بس بغير أوذة ايه مرحب اذا جاوزك قدوا اوبرمايندد بس انه هيدا كتير بسيطة هون شفته البنادورة هون هول كلهم يعني السيكريت انجريدينت هون موجودين بهيدا المنطقة ههي فينا نقص كمان اكيد الراس منقشر ولا ما قال عليها؟ لا لا فيك تترك الاشياء لأن احنا بس راح نقوم بنا نحفها بس على وجهنا هلأ وجهنا منكون غسلنا أكيد منكون غسلنا بفضل أنه هيدا العملية العمل بالليل مثل ما قلت قبل ما ننام وما نكون عاملين مثلا ماسك بيلينج ووجهنا قبل بنهار أو قبل بنهارين أو عم نحط اشياء معقول تقشر الوجه ما منستعمله لذروري أن نتبع على الموضوع فبس منغطس البندورة بالكوكونات ملك نعم هيك الشيء تقريبا عشر ثواني ونفرق وجهنا؟ نفرق وجهنا فيها أوكي نفرق وجهنا فيها غريبي وبسيط طبي نفس الوقت مو مزبوط نفرق وجهنا فيها حوالي العين؟ حتى فينا هون بس هيدل على عدمة العين ما منطلع لفوق بس على عدمة العين هون وهون ومنعملها مرة منرجع منتركها تتنشف لشيء ثلاث دقاي منرجع منعملها مرة تانية كمان منرجع منغطس منرجع منبرم نحف على وجهنا منرجع مننطر شوية منرجع منعملها سيطة الخبرية تبسوفا بيدها بتعمل بيهين بتبايد الوج بتبايد كثير من وجه بتاعتي إكلاه مخيف مرة عمرة إذا بتعمليها عند جاد بتحس وجهك شاد بتحس وجهك ضوه حتى الأشياء الكثير هيك سيبرفيسيال مثلا الأمفرفكسيون حدا طلع له حبة باقي معالمة محلة شوفي كيف مرة عمرة بتقشور وبتبيض ومش هيك بس ما بتعمل حساسية وكل قد منقدر نعتمده هيدا فيك تعملي حسب الجلدة أنا برجع بقول أنه كل حدا حسب جلته البشرة الناشفة جميلة منعملها مرتين بالجمعة حتى أقل شوية مرة بالجمعة إذا حدا كتير بشرته بتأشير إذا بشرة دهنية بتحمل مرتين وحتى ثلاث مرات إذا حدا ما عم يستعمل أشياء تانية تتنشيف لأن البشرة الدهنية بتحمل أكثر تحت تنظيف البورز والمسامات خصوصا إذا حدا عنده مسامات مفتوحة بتصير مرة عمرة تشد ما بتسكير يعني إذا حدا عنده أقنية بس بتساعد تقريبا 30% طريقة كتير منيحة شكرا لألك جوانا دايما هيك أفكارك بسيطة وبنفس الوقت مفيدة كتير أهلا وسهلا فيك مشاهدة الأسبوع اللي جاي مشاهدينا رح نروح بهذا الريبورد مباشرة على بريس